يتخوف الكثير من المواطنين من هجمات مباغتة تشنها الكلاب السائبة المنتشرة في عموم مدينة الناصرية والتي تتسبب بحالات وفاة وإصابات جراء التعرض لعضاتها وآخر ضحايا الكلاب السائبة حيث تعرض طفل لهجوم شرس تسبب له بجروع عميقة وتعرض آخر إلى إصابة مميتة أودت بحياته منتشرة بشوارعنا الآن وهي ظاهرة الكلاب السائبة تشوفها تكرمون بالمزابل تكرمون تشكل خطر على الأهالي وعلى الأطفال بالذات نشوفها هم المدارس الابتدائية أنا مرات أكثر من مرة أشوفها قاطعة طريق عن أطفالنا نحن ناشد الحكومة المحلية والجهات المعنية البيئة الصحة أن تقدمنا حلول لهذه المشكلة مشكلة خطيرة وتشكل الكلاب السائبة خاطرا على حياة المواطنين لأن بعضها مصاب بأمراض وبائية وتؤدي إلى الموت السريع ما يجعل من الأولوية معالجة هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية السلبية على الأطفال وعلى سكان هذه المدينة التي تجد الكثير من هذه الكلاب المتشرة في الأماكن التي تتواجد فيها المدارس الابتدائية وكذلك المدارس البنات وكذلك الأطفال في المناطق السكنية وهذه دعوة إلى جميع الأشخاص الفعالين في هذه القضاء وفي هذه المدينة إلى المساهمة في تقليل أو المساهمة في منع هكذا انتشار من الكلاب السائبة وخلفت الكلاب السائبة قائمة طويلة من الضحايا الذين أصيبوا بداء الكلب وتوفوا بعدها وقد تفاقمت أعداد الضحايا بسبب عدم وجود حملات مكافحة الكلاب المنتشرة في مناطق متعددة من المحافظة طبعا هذه الظاهرة هي ظاهرة خطيرة وأعتقد أنه الكل يعرف أنه حدثت وفيات من خلال أجلكم الله العفو عظة الكلاب وهذه جدا خطرة خاصة أنه قضاسق الشيوخ تكثر بالمدارس مدارس دائما هي ثلاث صفوف يعني وين ما يروحون أنه أولادنا هناك كلاب متشرة بالأفرع وفيما ترمي الدوائر المعنية أسباب انتشار الكلاب السائبة إلى عدم وجود التخصيصات المالية الكافية للقيام بمكافحتها وتستمر هذه الأعدار منذ عامين من دون أي حلول تذكر من الجهة المعنية لقناة تغيير الفضائية سلامة سرهيد ذيقار اشتركوا في القناة